السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع صباح هذا اليوم حصل شي غريب جداً بألمانيا بولايات عديدة خصوصاً الولايات الكبيرة بهذه الولايات الكبيرة العديدة تم الإبلاغ عن انقطاع الإنترنت والاتصالات وبذلك توقفت الكثير من الخدمات الأونلاين ومنها الدفع بالمحلات سحب الأموال من المصارف وحسب ما نقلته صحيفة بيلد هذا اليوم فالمشكلات تحصل تحديداً بأكبر المدن الألمانية مثل برلين، فرانكفورت، منشن، هامبورغ وما تأثرت كل شركات الإنترنت ولكن ببعض المدن تأثرت شركة تيليكوم خدماتها بالإنترنت انقطعت شركة أوتو وليس هذا فقط بل أن الكثيرين من عملاء بعض المصارف مثل مصرف بوستبانك أفادوا بأنهم لما حاولوا يفتحون حساباتهم الأونلاين تفاجأوا بأنه لا يمكنهم فتحها بسبب مشكلة بالتطبيق ولما ذهبوا إلى المصارف صرفات الآلية لا تعمل لا يوجد حتى الآن أي تفسير من الجهات الرسمية فقط شركة تيليكوم بصفحتها على تطبيق انستجرام عاملة منشور وتقول بيل يوم بالساعة سبعة ونص حصلت لدينا شتو غونك مشكلة يعني بالاتصالات طبعاً الانقطاع لا يشمل ما لديه هاتف جوال ويستخدم الإنترنت عن طريق بطاقة السيم كارت ولكن بعض التطبيقات تأثرت لأنها مربوطة بسيرفرات تعتمل على الشركات المزودة للإنترنت اللي تأثرت والضررت بألمانيا بالوقت الحالي أصدقائي أو إن صح التعبير بعد حرب أوكرانية صارتنا نسمع بكثير من هذه الأمور المشابهة بالسابق قبل الحروق قبل المشاكل بالعالم كنا نحسن الظن ونعتقد أن أوكي خلال فني أوكي الأمر عادي تصير بأرقى العوائل ولكن الآن المفاجآت صارت تزداد ويعني شيئاً فشيئاً دللاحظ تورط أيادي أجنبية يعني السيناريو هذا ما يكون مستبعد بأغلب الحالات الموضوع التالي أصدقائي تحذير مهم لسكان عدة ولايات بألمانيا يوم الجمعة الماضية حصلت فيضانات بألمانيا وغرقت أجزاء من ولاية زارلاند وكانت الأمطار غزيرة بأغلب مناطق غرب وجنوب وجنوب غرب ألمانيا بنفس الوقت الآن بألمانيا تحذير من عواصف وفيضانات قد تحصل العواصف مؤكدة الفيضانات قد تحصل بولايات ألمانيا عديدة ستكون هناك أمطار رعدية صباح يوم غدا الأربعاء المصادف 22 مايو أيار من المحتمل حصول العواصف الرعدية الشديدة في أجزاء من ولاية بافاريا أجزاء كبيرة من الولاية بوقت ما بعد ظهيرة يوم غدا الأربعاء وحتى مساء يوم غدا أيضا التحذير يشمل ولاية هسن خصوصا بالمساء والليل أما بالنسبة ليوم الجمعة الماضية فالأضرار بولاية زارلان بسبب الفيضانات والهوخفاسة يعني ارتفاع مناسب المياه بالأنهار فالأضرار تم تقييمها بملايين اليوروهات وحصلت حالة وفاة واحدة ويعني كان هناك منظومة الإنذار المبكر فعالة بشكل كبير جدا بحيث تلافين كثير من الوفيات والصوائق تعتبر أيضا خطيرة بألمانيا فيوم الاثنين ضربة ساعقة ضفاف نهر القلب بدرسدن وأصابت عشرة أشخاص أربعة منهم بخطر مميت يوم أمس يوم الاثنين وهم بالمشفى بالوقت الحالي أيضا بدرسدن بمنطقة اسمها كاغوسفيا فبهذه المنطقة ضربة ساعقة مجموعة أشخاص يعني سبع رجال وثلاثة نساء وكلهم الآن بالمشفى طبعا الساعقة ليست موجهة نحو هؤلاء فقط بل تحصل عاصفة رعدية تكون ساعقة كثيرة واللي كان خارج المنزل يعني يكون أكثر عرضة لأن يضرب بساعقة يفضل عدم الخروج من المنزل بأوقات السواعق والعواصف وأخذ هذه الأمور على محمل الجد الموضوع التالي أصدقائي مهم جدا شيء خطير يحصل للمستأجرين اليوم الإعلام الرسمي الألماني يتكلم عن شيء مزعج وكارثة تصير عند المستأجرين الأمر يشمل الشقق اللي تستخدم نظام التدفئة اللي هو الفينفامة والتدفئة عن طريق الغاز يعني أما الفينفامة أو الغاز يأتي أنبوب الغاز لجهاز بالمنزل هذا الجهاز يسخن المياه للحمام والتدفئة عدد الشقق اللي تستخدم نوع الفينفامة بألمانيا هم أكثر وتضرراً ست ملايين شقق هي عبارة الفينفامة مركز أو بناية كبيرة موجودة بيعني تقريباً كل المناطق بألمانيا بناية كبيرة تغطي أربع خمس شوارع تسخن لهم المياه هذه المياه تذهب إلى الشقق القريبة منها أو الشوارع القريبة منها عبر أنابيب معدنية مبطنة بعوازل حرارية أغلبنا شايفيها بالكلة لما النظام تدفئته من هذه الطريقة فلاحقاً تذهب إلى الهايتسونج فلما الدور الهايتسونج أو تشغله تأتيك المياه الساخنة اللي ماسك التسخين بالفينفامة عن طريق تعاقد شركات يعتبر مهدد برفع كبير بالأسعار واليوم الإعلام الرسمي الألماني تحديداً قناة تاكس شو يعني نشرت خبر أن عدد كبير من الشركات المتعاقدة مع نظام الفينفامة رفعت سعر التدفئة بشكل جنوني بشكل غير مبرر وتستغل قوانين البلاد والاقتصاد الحر فمثلاً بمدينة مكتبوغ عدد هائل من المستأجرين من الناس العاديين قالوا أتتنا تدفئة سعرها أعلى بـ 260% من العام الماضي صح الأسعار ارتفعت ولكن مو بها القدر مو بها النسبة المئوية المرتفعة وأتتهم ناخد سالونغ أخذوها للناخد سالونغ ذهبوا إلى محامي وقالوا للمحامي هذه الفاتورة هي غير طبيعية رغم أننا اقتصدنا أغلقنا التدفئة الفترات طويلة وقدموا دعوة مظلومية ضد شركة هي كثير من الشركات رفعت أسعارها ولكن الشركة اللي قدموا دعوة ضدها هي شركة G&A اللي هي GEDIC Holding G&BH هذه الشركة مسؤولة عن نظام تدفئة الفين هذا بالنسبة لهذه المدينة بمدن أخرى حصلت نفس الحالة لآلاف المستأجرين اللي إجتهم فواتير خيالية غير منطقية رغم أنهم ما استخدموا التدفئة قدم كثيرين منهم دعاوة قضائية مرفقة بقراءات للعدادات ونجحوا بالحصول على تعويضات نصيحتي للأخوة والأصدقاء المتابعين لما تأتيك فاتورة تحديدا نخت سالونج أو فاتورة بها شيء مطبيعي فحسب عناية أعرف كم سعر كيلوات التدفئة كم سعر كيلوات الكهرباء وأنظر إلى زيادة صرفك أضرب الصرف كم كيلوات بالسنة على سعر الكيلوات اللي هو كم سنت حسب يعني منطقتك وأحسبها فحسب مركز حماية المستهلك يقولون كثير من الفواتير تكون مغلوطة بشكل سلبي يعني أنت مصارف كثير وتجيك مدفوعات قليلة وأن مصارف قليل تأتيك فاتورة عالية ويكون خلل بالحسابات نتيجة الخلل دائما أننا ندفع كثير من الأموال لشركات التدفئة أو شركات الكهرباء لذلك انتبهوا أصدقائي وبلغوا معارفكم بألمانيا بهذا الأمر أو ارسلوا لهم هذا الفيديو فقط لأجل الفائدة الموضوع التالي أصدقائي موضوع مقلق جدا شيء يحصل بألمانيا ألمانيا بلد صناعي بيها شركات عالمية كبيرة من ضمن الشركات العالمية الكبيرة أكبر شركة بالعالم للصناعات الكيميائية اسمها شركة باسف بآ أس أف هذه الشركة هي مقرها الرئيسي بلودفش هابن بألمانيا وهي شركة ألمانية تملكها عائلة ألمانية ثرية جدا من حوالي يعني 80 أو 90 سنة وتعاني هذه الشركة من ضغوط متزايدة طبعا شركة بهذا الحجم وبهذه الفخامة يعني موظفة عشرات الآلاف والدر للدولة يعني ضرائب وأرباح يعني بأرقام خيالية هذه الشركة عندها مشكلة وهي مبيعاتها انخفضت بشكل كبير والأرباح أيضا انخفضت تحديدا بالمقر الرئيسي بلودفش هابن بينما يتم إغلاق أفرع عديدة لهذه الشركة بولايات ألمانية عديدة والسبب الحقيقي هو ما نحذر منه دائما بالقناة سياسات ألمانية اللي خلت أسعار الطاقة تكون مرتفعة والاهتمام بالطاقة النظيفة المكلفة تجعل الشركات تهرب أوكي طقص نظيف مناخ نظيف ولكن كيف رح تستفاد الناس لما تخسر وظائفها والدولة لما تخسر الكثير من الأموال فالكهرباء والطاقة بألمانيا هي أغلى بلد صناعي بالعالم بأسعار الكهرباء والطاقة تقول أيضا إدارة الشركة أن البيروقراطية والقوانين المناخية تجعل الصناعة تصاب بالشلل الكبير هذه الأسباب قالها الإداريين بالشركة وبفرع لودفش هابن يشعر الكثيرين من الموظفين بهذه الشركة عشرات الآلاف بالخوف لا يشعرون بالاستقرار يعتقدون أنه بأي لحظة سيتم يعني إنهاء خدماتهم ويعني تم عدم إعطاهم رواتب تغلق الشركة وهذا الشيء يعني أدى يعني انخفاض المبيعات أدى إلى خسارة مليار يورو بالعام الأخير تخيلوا بـ 2022 فقط فاتورة الكهرباء على هذه الشركة فوق الثلاثة مليار يورو الموظفين يعني الآن لا يشعرون بالاستقرار بينما بدول أخرى مثل الصين أمريكا كندا وبعض الدول اللي تستفاد من هذه الأزمة تعمل مغريات يعني يعملون مغريات كبيرة للشركات الألمانية اللي تفكر بالانتقال إلى هناك مثلا تقدم لها أسعار كهرباء مخفضة وأسعار غاز بدون رسوم وبدون ضرائب طبعا بالنسبة لأمريكا حتى لو قدمت لها سعر غاز حالة حالة الشركات الأمريكية العادية بداخل أمريكا فهناك الغاز أرخص بخمس مرات على الشركات من سعره بألمانيا نفس الحال بكندا الآن شركة باسف تفتح فرع عملاق بدولة الصين اللي أيضا الطاقة بها رخيصة وتأخذ غاز من روسيا وأيضا هناك بالصين استخراج للغاز ومن كل العالم والشركة الألمانية تنقل أجزاء من معاملها من ألمانيا إلى الصين والصين حتى لو ما تأخذ ضرائب من هذه الشركة طبعا هي تأخذ ضرائب ولكن حتى لو ما تأخذ ضرائب تبيع لها غاز بسعر يعني مدعوم بدون رسوم فرح تستفاد الصين لأن عشرات الآلاف من فرص العمل حتتوفر هناك الشركات الصينية لما تشتري من منتجات شركة باسف اللي رح تروح للصين وأيضا لأمريكا فما حاجة يستوردون من ألمانيا بضائع هذه الشركة ويدفعون نقل وقمرق لألمانيا بل سيستوردونها من داخل بلدهم يعني للأسف ألمانيا تستنزفها أزمة الطاقة وتجعل الشركات الكبيرة تهرب واللي ما تهرب تدفع ثمن الغلاء وبالتالي السوق العالمية ما تشتري بضائع غالية وبحجة غلاء الطاقة أو يعني هكذا أعذار بهالموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة